اهلا فيكم برج الحمل بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر حتى اخر الشهر القراءة متل دائما رح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس هلا من نسبة لطاقة حبيبك او شريكك عم شوفوا اكتر مركز على الامور المادية حاليا بالذات للاشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا عم شوفوا مركز اكتر على وضع المادي بدو يبني وضع المادي انت انت وهو هلا الشخص كتير بيعتبرك سول ميت ولكن الشي اللي عم شوفه وعم يسبب عائق تجاهكم هو ما فيه تفاهم بالتواصل بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح وفيه انجذاب بينكم كتير منيح الى انه دائما ما بيكون فيه مشاكل بينكم او دائما ما بيكون فيه بينكم نزاع بالحكي فانت وهالشخص متلو كأنه ند بند او راس براس او كلمة بكلمة دائما بيصير فيه بينكم نزاع او مشاكل بالحكي او مشاحنات بالحكي عم شوفك انت ايضا حسيت او فيه ممكن البعض منكم لانك انجرحت من هالشخص بالماضي عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل لانه انت بتحس انك انضلنت وانت بدك نوع من العدالة تتحقق وبما انه هالصف بخطواتك المستقبلية او بشو رح يصير عندك بالمستقبل انت عم تطالب بنوع من الجوستس وهالشخص عم شوفه مع انه بيعقله الباطني بيشوفك على انك soulmate الى انه لسبب ما هالشخص فيه مثل يعني فيه اشي بده يحكيه للك وعم شوف انه فيه حكي شوي حاد او فيه حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية فنبين انه انتو انتو هالشخص فيه عندكم مشاعر او بتكون مشاعر كتير تجاه فيه عندكم compassion وشغف تجاه بعض طب انه نشوف كروت توضيحية لهالشخص ليش دائما حبيبك بيحس انه لازم يكون دفاعي او فيه عنده دائما وكأنه بيحبي خلق نوع من الدراما هالشخص ما بيحب يخسر ابدا عم شوفه شخص كتير يحب المنافسة او مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت انه نقطته او كلمته هي صح ولو احيانا بتكون على حساب حاله فمبين لي انه هالشخص ايضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك بيحاول انه يرجع العلاقة اللي بينكم او اذا انتو منفصلين بيحاول انه يرجع معك ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع يعني ممكن هالشخص يموت ولا انه يقوم بالمبادرة الاولى تجاهك او هو اللي يحكي معك لانه هو بده يثبت نقطه ولكن من جوه تعيس هالشخص لانه هو اساسا بده ياك وبده التواصل بينكم يتصلح او يكون مثل الماضي ولكن يعني مستحيل يقوم هو بالخطوة الاولى او اشي مثل هيك ايضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي بيخاف انه ينرفض بيخاف انه اذا اجا حكى معك انت تصده او ترده او ترفضه وبعدين يعني ما بيحب يبين كشخص احمق او اشي مثل هيك او انه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص عمشوف طيب بنا نشوف للبعض منكم اللي عم يطالب هالشخص او بده نوع من الجستس او بده حتى موازنة بالاخذ والعطل لانه ممكن ايضا انت تحس انه انت اللي عم تعطي اكتر من هالشخص بدنا نشوف بالمستقبل لانه مبين انه بالمستقبل فيه عندكم رح يصير تواصل ولكن التواصل ممكن يكون مش كتير ايجابي الا فيه حب ومشاعر ولكن التواصل اللي بينكم او الحكي اللي بينكم ممكن يكون فيه شوي مشاحنات فيه شوي مجادلات فيه شوي عتاب عتاب اللي صار بالماضي انتو هالشخص بس هالشخص عم يحاول يعني يستخدم طاقة الجذب لانه يجذب تواصل بينكم او حكي بينكم طب انه نشوف بالمستقبل انتو هالشخص طبيعة التواصل اللي بينكم لانه انت هون ايضا مبين انه انت مش كتير متحمس لهالشكرة او رافض عروض حب عم تيجيك سواء من هالشخص او من شخص اخر بالنسبة لكوين اوف وانز رح يكون فيه ايضا بداية جديدة بدنا نشوف البداية الجديدة رح تكون معها الشخص او مع شخص جديد طيب ما عم شوف انه رح يكون فيه ارتباط جدي مع هالشخص او زواج او خطوبة لانه هالكارت بيحكي عن امور تقليدية يعني الكونكشن بيكون كتير تقليدي وهو ايجا مقلوبه انا عندي الدك يعني ما فيه كروت مقلوبة بس بما انه طلع هيك عم شوف ايضا علاقتكم رح تكون او في المستقبل علاقتكم رح تكون مش بالطريقة التقليدية يعني ممكن يصير في عندكم انت وهالشخص عم شوفك ايضا انه هون ممكن انت تفكر انه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم انت كنت ملتزم فيها او كنت متآمن فيها لانه ايضا هاي ورقة روحانيات فممكن فيه اشيه انت عم تبعد عنها عم تحس انه بطلت تتفيذك فعلاقتك مع هالشخص غير تقليدية ومبين انه انت يعني في جوه راسك او في تفكيرك الداخلي عم تشوفها كتير كتير مرهقة كتير مرهقة عقليا للك يعني او حتى جسديا بتحس انه كترة التفكير فيها كتير هلكتك التواصل بينك وبينها الشخص كتير فيه عوائق طبعا بيختلف من شخص لاخر انت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم للبعض منكم ممكن تكون انت بعلاقة اخرى حاليا ممكن يكون الشخص اللي انت عم تتعامل معه بعلاقة اخرى حاليا او ممكن تكون العوائق فقط انه ما حدا مستعد يتنازل او ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الاولى لانه عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي وانت وهالشخص ويتي مثل ما بنحكي او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش لانه دائما بيكون في عنده رد دائما بيكون في عنده جواب دائما بيكون في عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكي الى انه انت مش كتير متحمس لها الشخص البعض منكم انت كتير او ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة يعني ممكن تكون انت مع اشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة سب بدي اشوف انا بما انه في تواصل رح يصير الاغلبية منكم بدي اخر اشي اوضح حقيقة مشاعر هالشخص لانه مبين ان هو من جواب الفعل بيحبك هالشخص او يعني بيعتبرك سول ميت ولكن في عنده مشاكل بالايغو او بكرامته او ما بيحب يتنازل هالشخص فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيكون بالخطوة الاولى او ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك بعه الشخص من جوا قلبه مكسور مشان هيك مش عم يحكي معك قلبه مكسور ممكن يكون ايضا عم يحاول يخلي الامور تيجي بطريقة عفوية ما بده يغصب اي اشي ممكن يكون ايضا بيشوف انه انت بتنظر له على انه طفل او بتنظر له على انه غير ناضج فهو مكسور قلبه من جوا ايضا ممكن يكون المادة او العامل المادي سبب في انه مش عم بيقوم في الخطوة الاولى ممكن هالشخصة بيحس انه غير متمكن ماديا مشان هيك مش ما في عنده الثقة الكافية انه يحكي معك او يقوم بالخطوة الاولى بيحس انه هو مشان هيك طاقته كانت انه مركز على الامور المادية حاليا بتوقع انه اغلب تركيزه على الامور المادية مشان يبني ثقته بحاله ممكن انتو هالشخص اه في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي مشان هيك هو عم بيحس انه بالدريث بتحاله من الناحية المادية اه كحباي ببرج الحمل بتمنى القراءة تكون فادتكم حبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكمنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رحشوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا